أكد الأب فرانشيسكو بيتن حارس الأرض المقدسة في مقابلة خاصة أنه على اتصال مستمر بجميع الرهبان الموجودين حالياً في سوريا مشيراً إلى أنهم يعملون على مدار الساعة على إحضار المشردين من المناطق الأكثر تضرراً وتوزيعهم على الأديرة لإيوائهم على الرغم من تضرر بعض مرافقها وذكر أنه تتم حالياً مساعدة ما يقارب أربع آلاف شخص كل يوم من قبل رهباننا الذين بدورهم يقومون بشراء السلع الضرورية للمشردين من خلال التبرعات النقدية التي تصلهم علاوة على تقديم أكثر من أربعة آلاف وجبة طعام للذين أصبحوا بلا مأوى مع توفير الديزل والغاز والبطانيات لهم ولعائلاتهم وختم الأب بيتن حارس الأرض المقدسة حديثه بأن أعطى تعليماته إلى كافة الرهبان في سوريا بأن يعملوا بكل طاقاتهم ويعطوا كل ما يستطيعون لأجل فعل الخير ومساعدة الآخر